وصلنا لدرجة ما نعرفش تشكيل الأهل ممكن يبقى أمين وكان يقولوا إيه عشان إيه العدالة الراجل عادل وبالتالي العنصر اللي بيلعب بديل أنت بتحسه أنه أساسي هم هم دولة يقول لك غابة العدالة نفس الأصوات اللي كانت بتشيد بعدالة كولر هي للفترة الأخيرة بدأت تتهموا فيها ربما عندهم جزء من الحق أنه شايفين المناخ العام في بعض المشاكل المصارى ومعلوماتهم بتبقى برضو محدودة لأنه يجي يقول لك فلان فلان خرج فلان خرج من التشكيل أو خرج من قائمة المباراة بناء على رؤية فنية الراجل شايفها في التدريبات فلما بيدي لاعب فرصة للمشاركة ده من واقع التدريبات مش من واقع لحب ولا كرة دي نقطة مهمة جدا فأنت محتاج رقم واحد الفريس تعيد هدوء ووحدته الفريح تاك حماية كافية ليه؟ وأنا هنا بعني دي على وجه التحديد الفترة الأخيرة حصل انتخاب لمجلس إدارة جديد في نادي الزمالك مش غايب على حد أنه عدد كبير من البرامج الرياضية ميلهوا أهواء القائمين عليها مش مع النادي الأهلي حتلاقوا فيه رغبة واضحة وصريحة في برامج في الإزاعة وبرامج الإزاعة تحديداً وفي التلفزيون في قنوات برضو كتيرة رغبة في تهيئة المسرح لفريق الزمالك أهلاً بكل منافس من المؤكد أنه في زمالك قوي هيبى فيه أهل قوي وفي بقية الفرق تاخد فرصها أنها يتمارس حقها في القوة لكن للأسف فيه توجهات لدى البعض أنك عشان توقف الزمالك على المسرح الجديد لازم أن تنزل للأهل من على المسرح وأنا هقول لك وهقول لك على وجه التحديد ده باشموندس أول من النتيجة حصلت وبعد المواب وراه السلبية اللي الآهل اخسرها فيه سانداونز برامج بعينها قالوا معانا فلان فلان ده لعب سابق كابتن من كباتن النادي الأهلي الناس اللي فهم إعلام عارفة أنه فيه حاجة اسمها المسئولية الانتقائية يعني أنا عايز أجامل للنادي الأهلي ومش هنفع أطلع أولى جامل فأتصل بسين لأنه مصنف الندى رجل هيقول كلمتين حلوين عن نادي الأهلي إذن أنا انتقيته بما يحقق الغرض بتاعي أنا طب أنا عايز أكسر في النادي الأهلي وأستغل الفرصة عندي فلان وسين وصاد وعن ودل من المعارضين أو أصحاب الرؤية المختلفة أو الغضبانين من الأهلي أو اللي موجة نظر غضبة عشان يدخل يجرح ويكسر عشان أستغل الفرصة على فكرة ده موجود ولو أنتو طبعا كل الناس متابعة وشايفة وعارفة أن فيه أصوات طول ما الأهلي كويس الأصوات دي سكتة ولو قالت كلمة إشادة بالمسؤولين في الأهلي أو بالجهاز أو باللعيبة هتقولها باستحياء إلى أن يحدث أي ضرب أو أي تعصر زي اللي حصل هتلاقوا على طول بدأت تتوسع لها مساحات تتفتح لها البرامج أنه معنا الكابتن فلان الفلاني وكل واحد يتكلم أنا من واقع حبي للنادي الأهلي مع أنه حبه للنادي الأهلي المفترض بيفرض على الجميع أن أنت تبقى مع الأهلي في المر قبل الحلوة وأعتقد دي ثقافة الجمهور كمان الآله هو كويس مش محتاج حد يجام له لكن لما يبقى عنده تعصر أعتقد يضيره جدا أنه يتكسر فيه نقد آه مطلوب نقد بس نقد لا يهمل أسباب التفوق لأنه ما ينفعش المدرب اللي كان لغاية أسبوع فات عبقري وبرافو واللعيبة برافو فجأة بقت كل حاجة سلبية وسيئة جدا وإثاءات شديدة الهدف منها زي مولتلكو تكسر في الفرقة تنزل للأهلي من على المسرح الكروي عشان تركب حد جديد ده هتلاقوه بارز أول يومين الجايين إزاي الأهلي يحط في الوستوب بعد الدوري الأفريقي ويبدأ صفحة جديدة لأنه عنده الدوري بمباريات مضغوطة طيب أنت رسط بس النجوم الأهلي اللي هم لأنه هم اللي عليهم مسئولية بس في ناس تانية كنا بينشيد بمواقفهم الحيادية ورؤيتهم الموضوعية من شهرين خدوا سيكة تانية خالص بدري بدري كده بطدوا هيعوا نفسهم للعودة إلى دائرة الدائرة اللي أنت بتتكلم عليها دي فالنتائج سمحت له ففرصة بقى الأولية الحقيقية على الناس اللي هم أبناء النادي الأهلي لهم وجهات نظر تختلف معها أو تحترم أنت حر لكن أنت في الأول وفي الآخر أي ناقد أي محلل بتقدم رؤية خليها رؤية في الحدث مش في المعنى نفسه أعتقد دي مسألة مهمة جدا جدا المهندس عدد عمال يسألني عشان أنا أقول خالد ديومي هو يعني أنا بقول لك خالد ديومي خالد ديومي الأستاذ خالد ديومي رأيه في المطلق أن الأهلي عمل أحسن مسيرة ورأيه في المطلق أن قيمة مارسل كولر مدرب له قيمته والإشادة بيه كانت في المطلق الإشادة بيه كانت في المطلق والإشادة بإدارة الأهلي أو إدارة الكورة في النادي الأهلي أيضا كانت في المطلق ما ينفعش الإشادة المطلقة في المدرب والإدارة فجأة تتحول إلى سلبية مطلقة في حق نفس المدرب اللي كان رمز للنجاح واختيار موفق جدا من نادي الأهلي ده كان تحول غريب وعجيب من الأستاذ خالد بيومي لأنه في الأولانية كانت إشادة في المطلق والتانية كانت سحب الإشادة المطلقة إلى انتقاد مطلقة شوفوا أستاذ إبراهيم أنا اللي لفت نظري أنه بدأ بشكل متصاعد خلال شهر شهر ونص كل شيء كان عاجبه أصبح يطلع إنه سلبي لحد ما جات الحلقة الأخيرة دي لأنه قال جملة وقابليها برضو قال في نفس المعنى الأهلي عمال يصرف ملايين ويهضر أموال وبقاله ستة أربع خمس سنين مش عارف يجيب فيروت أربع خمس سنين أنت ملتقاش مرة في الأربع خمس سنين قالها لا مش معنى بيقولها دلوقتي وبيأكد عليها دلوقتي عشان يحط الملح على الجرح فيه توقيت زي ما أنت بيهيأ المصرح وبرضو الظهر جالوا لهم أنت يعني اندفعت وقايدت الأهلي وقايدت الخطيب وقايدت مش عارف إيه لا خلي بالك أنت أصلا الرجل إسمع الله وزملكاوي فابتدع عايزي هيأ نفسه عشان يحط نفسه فوق المصرح بالتوب اللي هو بتاعه بس يا كابتن خالد أنا أفهم هذا وأحترمه جدا لو كان شكله موضوعي لكنك تسحب زي ما الأستاذ إبراهيم بيقول في المطلق إحنا كمان من حقنا نعيد تقييمنا ليك في المطلق لأننا كنت أشوفه الرجل ده إزاي قادر يسيطر على مشاعره ويقول كلام الإجابي ده يعني أنت ما كنتش صادق كنت بتأيدي أنت أشدت أحيانا في بعض لحظات إخفاقات النادي الآلي بس لأنه كان الوحيد اللي على المسرح ولا إيه وبررت وعندك القدرة الفنية أنك تقول راجل يعرف يقول جوانب فنية يدعم بيها نفسه ولكن ما ييجي بقى كابتن السيد كمان يناقشه يقوله خليك أنت برة وانا خلينا أنا برة ليه شوف بقى الضرب فيه مصدقية كلام الكابتن السيد هو عادي يقوله انت طبعا هتبقى مدافع عمالة على بطالة عمالة دي الآلي فخليك أنت برة وعلى فكرة أنت طبق كمان على فكرة أنت مش محتاجة ممكن يجي أقولك ممكن يجي أقولك مانت حور هو فعل أنت مش محتاجة بس بقى ضربت مصدقية سنين فاتت نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف كلام تاني مهم مدخش على الأهلي